أهلا بكم الجزائري زياد لكرش يخذ تجربة جديدة في الملاعب الإنجليزية انتقل اللاعب الجزائري الشاب زياد لكرش إلى نادي كوينز بارك رينجرز بعقد يمتد إلى غاية 2026 وبقع الظاهر الأيصر الجزائري عقدا لمدة ثلاث سنوات مع نادي كوينز بارك رينجرز قادما من نادي فلها متساويا مع صديو ماني حسب ترونسفير ماركات بالرحمة أغلى جناح أيصر في إفريقيا وضع بوقع ترونسفير ماركات الشهير المختص في القيامة التسويقية للاعب كورت القدم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بالرحمة كأغلى جناح أيصر في القارة السمراء رفقة السينيغاري ساديو ماني وتفوق لعب واستهام الإنجليزي على جميع اللاعبين الأفارقة الذين ينشطون في مركز الجناح الأيصر متساويا مع السينيغاري ساديو ماني لعب بايان ميونخ الألماني وبلغت القيمة التسويقية لبلرحمة وساديو ماني مبلغ 25 مليون يورو جدير بذكر أن بالرحمة مرشح بقوة لخوف تجربة جديدة خارج نادي وسط هام الإنجليزي وهو الأمر الذي يرشح قيمته التسويقية للارتفاع أكثر مستقبلا بيولي يفاجأ ياسين عدلي كشف التقارير الإعلامية الإيطالية عن مستجدات جديدة بخصوص مستقبل اللاعب الجزائري ياسين عدلي مع فريقه أيسي ميلان وأكدت صحيفة سكايسبور الإيطالية بأن المدرب الإيطالي لنجي أيسي ميلان ستيفانو بيولي ترجع عن قرار تسجح عدلي خلال أمريكاتو الصيفي الحالي وأصبح يفضل بقائه مع الفريق الموسم المقبل وبحسب ذات المصدر فإن قرار بيولي يأتي بعد إصابة بالناصر الخطيرة وبعد انتقال طونالي إلى نيوكاسل محرز سيدس لعب إفريقي حاسم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يتواجد اللاعب الدولي الجزائري الرياض محرز في المركز السيدس في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مساهم بالأهداف في أدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال القرن الواحد والعشرين وساهم محرز بمئة وخمسين هدف خلال مسيرته الكراوية حتى الآن رفقة ليستر سيتي ومانشستر سيتي حيث سجل 85 هدف وقدم 65 تمرير حاسمة ججير بذكر أن قائد الخضر هو أكثر لعب إفريقي تقجيما للتمريرات الحاسمة في تاريخ البريمير ليك وفي الآخر كان هذا كل شيء لا تنسوا دعمكم بالقناة جام تعليق محافظ للفيديو واشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد مستقبلا والسلام عليكم